أهلا بحضراتكم من جديد يمكن فريق المرتبط أنا شرعت حضراتكم في بداية الحلقة هو نجم هذه البطولة هو اللي فاز بالمباريتين ودى الفرصة التانية للفريق الأول برحب بالبداية بالكابتن عمر صبر نجم النادي الأهل السابق كرة السلة ومدير فني فريق 18 سنة والحقيقة اللي هو بطل هذا الإنجاز أهلا بيك يا كابتن عيسيم مرسي جدا المؤمنة الجميلة دي يا دحقك يعني ربنا أنت مقتهد وربنا كرام مرسي جدا شكرا يا عيسيم شكرا منرحب بنجمة الفريق حور محمود أهلا بيك يا حور الحمد لله منورة قناة النادي الأهل بنور حضرتك ومبروك الله يبارك في حضرتك معنا كمان منرحب ملك شعبان أهلا بيك يا ملك أهلا بحضرتك صنعة الألعاب الجمدة جدا في الفريق مرسي مبروك الله يبارك في حضرتك كابتن عمر يمكن كلينا حوار بعض في النادي بقاول المسلم خالص كنا عدين كده في الجنينة لقدام الصلاة حقيقة حقيقة والله أنا عارف الجيل ده لأن أنا شاركت معاه من سنتين تعريبا كتمرت بزاق يعني بالجيل ده ظروف صعبة جدا أخذوا تالت موطقة كهيرة وده ما حصلتش في النادي قبل كده طبعا عشان ظروف كورونا ما دخلوش جمهورية أنا سيبتهم وطلعت 18 سنة فالمشكلة اللي أنت كسبت كل حاجة في ظرف السنتين والجيل ده طلع لك فأنت مطالب لازم تكسب أنت كده كده كسبال كمال نتائجك متمرتبطة مع الدرجة الأولى بالزبط يعني الموضوع ما بيشت نفسك بس آه سترس غير طبيعي طبعا البنات الصراحة يعني يبقى ما أنا اكتهدوا جدا كمية تدريبات كمية استحملوا عصبيتي مع أني أنا مش عصبي فأنت عارف يعني هايسن بس ضغط الشغل وضغط اللي أنت عايز تبقى أحسن مع فرقتك والحمد لله يعني إحنا قدرنا نسد الفجوهات اللي هي كانت عندي اللي أنا اتكلمت معاك فيها لو تفتكر ودعمنا مفرت 16 سنة وكانت معنا بنت هيلة اسمها لوجي عمر فقدتنا بتلعب مركز ثلاثة هايسن بس إحنا عملنا بزيشن جديد كده أنا اخترعته الصراحة بس كنت مقطار ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة أحسن معي الحمد لله نجحت و أعزو أنك الملعب كان سريع جدا الحمد لله الحمد لله أكتهدت وعملت لعليك ودمناك كمان مخزولك بصراحة يعني بدأت من دهف كما يقولوا فعلا إن شاء الله إن شاء الله طلت جمهوريات تحتك بإذن الله يمكن أجيلك يعني أنت رمضا دخلت ولسه كابتن عمر بيقول أنتو كجيل ما كنتش متوفقين كنت قلقانين أنتو تبقوا يعني أسف اللي هقوله يعني كنت ستبقوا قعب على الدرجة الأولى ولا كنت شايفيني هؤلاء الكلام ده كابتن عيس هم عارفين الكلام ده وهم عارفوا يردوا يا كابتن عيس لا أنا عايزة أشوف بقى الرد كمان في الاستوديو هو يعني طبعا كله طبعا كان بيشجعنا عشان إحنا هنالدي الحافز للفيرست تيم وكان كله آه لألوانتو ماشي مكسبناش السنوات اللي فاتت كتير يعني الناس كلها آه أنتو ممكن تكسبوش انتو ممكن مش عارف ايه بس انا محطناش ده في دماغنا احنا كنا قابل كل ماتش لا اول ماتش ده بتاعنا احنا مناش دعو بكلام الناس لان احنا عارفين ان احنا ده احسن فرقة بدون اي منازع يعني الحمد لله فوثقنا في نفسنا وطبعا كابتن عمر كان بيدي كل واحدة فينا ثقة واحدة مثلا ضياءة تقول سوري قولي يا ولا عادي كميلي ولا أكن في اي حاجة يعني ما كانش بيع حتى فيه في الملعب خالص خالص يعني كانش فيه اي ضغط عليكم خالص يعني انا بلا في الملعب وانا مستريحة لو حتى كبتن مش مديني اي بريشر وكلنا كانت روحنا بصراحة انا بخير كله عيسف انا فكرة سبب المكسب وسبب الروح لبينكو دي انتو حررت اللعبات لا في حاجة تاني عيسف هم عارفين كويس قوي والهلوم في كل اجتماع انا ربنا مرزانيش ببنات انا عندي ولاد هم عارفين اللي انا بتعامل معهم كان هم بناتي وما عارفين كده وحاسين بكده يعني فا يعني انت لعبت لعمرك خلقا وفنيا انا كنت تتعبني اما بمسكت اعمر اعمر لا انا ما انتخبت مع بعض لا بمسكت مع بعض انا تقول فاكر مكسب انا في المعاد يا عمر يا مخد انا بخد وبرضه كبان يا ملك انت صانق العام يعني مركزك مهم جدا في الملعب في الاول كانت صعبة طبعا وكان علينا ضغط كبير ان احنا لازم نكسب عشان طبعا الفيرس تيم نساعدهم حتى طبعا بس بالروح وتشجيعك كابتن عمري طبعا وكابتن حسن وكلنا كلنا كلنا مشجع بعض وحور طبعا اول واحدة فيهم كنا تشجعنا بجد كل يوم حماسية جدا جدا اصلا احنا لولا للتشجيع ده كله ويعني مكنش فعلا نوصل لحاجة اصعب مطش مش الاولاني كان عليكم ضغط بمساز ان تكسبوا لان لو خسرتوا الفيرس الاول خسر بسبب العكس والتاني اصلا هو اللي كان اسهم الاولاني الاولاني هو اللي كان اسهم شوية الاولاني كان صعب بجد او يعني احنا في الاولاني ممكن نكون شفائقين شوية صغيرين بس التاني صراح لأ كنا نزلين بقى كلنا خلاص هو لازم نكسب ما فيش حاجة سمع بقى نخسر لازم نشيل فرقة لفوق دي كمان ماينفعش ومش كل مرة يشيلونا احنا فاهم لازم احنا لنكسب لانتو كنتو بتتجمع مع بعض يعني اكيد كابتان عمر كان بيقعد معاكو بس انتو كبنات كنتو بتعوضوا كمان انتو سنينكم ما شاء الله لسا صغير 17-18 سنة كنتو بتعوضوا مع بعض كنتو بتقولوا ايه يعني ايه الكلام اللي كنتو بتقولوا اللي بدور بينكو بعيد عن كابتان عمر عطول نشجع بعض ما متخافش في الملعب ما تركزش مع ايه حد بره ركز جوه الملعب تضيع معلش ولا يهمك ايه يعني عوضها ايه يعني كل الكلام طبعا حور طبعا برضا اول واحدة ما كنتش بتزعلي حور لو حد في نفس بوزيشن بتاعك لعب ايه حدت الله غيرك خالص انا لو فكرت في كي احنا مش هنكسب بزبط امم لو فكرت في نفسك مش هنكسب مش هنكسب امم يعني ايه حتى لو حد يا ملك نفس بوزيشن بتاعك طالع وانتي نازل الكوتش ساحبك بدري شوية ما كانش بحصل اي لا بالعكس بالعكس اصلا مثلا انا طلع فرح تنزل تشيل الدنيا وورايا على طول ما ودل خلاننا بحاجة اسمه كده غير ملك الاتنين صراحة وانا بحط التشكيل هايسن والله والله مش عارف حط ميل اول الاتنين ليوم ميزات والليوم يعني الاتنين سكورر كمان كل واحدة فيهم صراحة يعني كل واحدة لهم ميزة يعني يعني على قد قاعة جيمة يعني قدرت اللي نعملها طب قولي يعني الروح اللي مع البنات واللي أنا شايفة دي دي جات من العدل يعني مدربة بقى عادل مع الفرد هو طبعا أنا مهما عملت مش عادل بس طبعا بس على القلق تكتهد اه حتى هم عارفين يعني في حور في مطش مثلا لعبة قليل فأول ما بخلص المطش برحلها مثلا يعني حور كغيرها يعني فبتكلم معها السبب لي يا حور اللي أنا قلعت قليل والسبب وهي صراحة بأمانة يعني تخش على الولاد البنات بتدي روح غير طبيعية معناها على فكرة آخر مطش كانت تعبانة جدا آخر مطش كانت عندها برد جامل كده وأصرت كنت رايحة وأصرت لا تلعب وابتدت الجيم وابتدت كويس بس ظروف الجيم خليناها تتأجل شوية في اللعبة مرت عليه طبعا عمر زي ما سألت ما لك أصعب مطش إيه أنت بالنسبة لك أصعب مطش التكتيك وفنيا كان إيه بص كابتان عيسم طبعا أنت لعيب يعني سوبر يعني المدرب بتبقى كل مطشط عليه بتبقى صعب حتى السعر حتى السعر حتى السعر مش ممكن تخسر أنت أنت بتحط تارجت عايسترسن بخريطة البنات فأنت في الوقت دوت انت حاطت الواحدة خط ماشي فيه فلو كل واحدة قلت انت بترجع خطة الورد فأنت على قد ما بتقدر بتدي البور للبنات وبتديلهم طبعا زي ما حضرتك قلت يعني بحرر على فكرة احنا عندنا آه سيستم لعب مشيين بي بس فيه أوقات يعني هم موجودين ويسألهم لازم يبقى فيه سيستم تاني خالص خالص تتغير الدنيا خالص لازم هم عرفين هم عرفين حسب الفرقة بتلعبوها اه يعني مثلا فماتش سبورتين التاني الاول والتاني التاني 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 كان ماشي معنا سهل جدا بس انا كنا بنضيع كتير يعني احنا الشوت الاولاني على الأول كنا طلعين عشرين بلط بس كمية طبعا الضغط العصب طبعا اللعين مفاهم لسه بس ألهم يعني ناس بتبقى مفاردة بالحلقة بتضيع يعني ما بتحصل منهم فحنا نضيعين مثلا 12 زيرو يعني اسوري يعني 12 ليب لوحدة 24 باربعة عشر بونت فكان الماتش كلوس في الأول عدنا ماشيين الماتش كلوس 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 بغاية اربعة داية في كورتر الرابع فخدوا أول حاجة حاجة ما أخدوهاش قبل كده مع عمر ماليش دعو غيري هو كابتن سايد صبر طبعا هو اللعلي عليها لازم تغير التمبو عمر فأنا قلت له كوتي أكيد أنا مغير التمبو بس قال لأ غير خالص فتكلم معي فقلت له خالص كابتن سايد قلبه هو كابتن سايد بصع ريسك كابتن سايد يا حور فاكرة قوم تقول قولوا بتاعت وان منو واربع زون لا بتاعت ديفينس لا احنا غيرنا من الواربع مال ايو 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 تقلقوا ايو مثلا دي كات اهم حاجة فيها ان كل واحد تغطي على التاني بجد وفعلا كل واحد خايف على التاني على الجنب ومش على نفسه وعالفرقة بجد عشان كعملناه صحي جدا فعلا كابتن بيقول في ديئتين مثلا حاجة فبجد دي كات احسن حاجة وفاكرة في حاجة كويسة جدا عندنا الناس الكببار السكور بجد كانوا اهم من اللجو السكور بسملة نوران نورا ماري بشورباجي نور عبدالفتاح وليلة وميمي وميمي داخلت في مطش وخرجت واحد بس بجد لا كلهم لم يشجعوا كانوا في سكور مثلا ومالحقوش لا كلهم كانوا يشجعوا لأ لا كانوا كانوا كلنا ونسينا صوتنا رايح لا بس لا لا فعلا فيمو سؤال البابا والماما والأبهات والأمهات بيبقوا طبعا مجدودين جدا كانوا معاكم في الملعب وكانوا بشجعوا معاكم كل حاجة يعني كان احساس برضو انه لان في السن حتى وانا صغير كان دائما الأسرة تبقى ليها دور كبير ودعمة ويمكن كابتن عمر الكلام باكدو حيئة الأسرة خلي بالك انت بتقول عايز تمين الصبح ومين بيجيبهم هو الأب لا بس مالك تيجي لوحدية يا وحور والله بيجي لوحدية ومعادة ناس معينة يعني فهمية فهمية فعلا مالك على طوم تيجيت لوحدية بربو عليك اعتمادك على نفسك بربو عليك هي وحور يعني خلي بالك احنا تمناتنا بتبقى متخارة لانه كلهم سنوية عمّة فبعمل لهم تمرين متأخر عشان يخلصوا درسهم طب انت نفسك خش جامعة يا مالك صراحة لسهش محددة قوي واسه ان شاء الله يعني سياسة وقتصاد حاجة حاجة وكلتك مان شاء الله ان شاء الله وانت حور أي حاجة كابتان عيسم حر عالة بسكت ابن عمّة محمود عبد الزاهر فعلا واختاها رانا عبد الزاهر ومحمد ومحمود أيها محمد ومحمود ورانا 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 عبد الزاهر انتوا انتوا كلكم عيلا واحدة خبرا بياد اه انا اومي رعف لا برافو يعني انت من العيلا كلاكورة سلة كلها محمود ومحمد يعني ولاد عمو فعلا فبرافو طيب انت بحدي فاعلتكم بيلعب يا ملك؟ انا اخويا واختي واخويا الصغير كمين بيلعب. بس اختي بطلت واخويا برضو كمين بطلت. هل أكبر منك؟ اوه وصلا بدأت اول واحدة فيهم. هما كان بيلعب و هندبول في الاول بعد كده داخل البسكت. بس انتي كتب من صغير البسكت. اوه صراحة. واخويا الصغير مكمل بقى ان شاء الله. كابتر عمر مرانكو قبل كده. مش السنة دي. تلات سنين قبل كده. كابتر اذا سنتحدث يا كتب. اخويا يا كابتر. انا نتكلم يعني. و عيز البلاد اخذه رأيهم. يعني عجبني جدا انهم يعني. يعني عجبني جدا. ومش هيبين الموضوع الاستوديو بتاعه. عجبني جدا. انا هنا في فرق في الدول المرتبط مثلا. القرعة جنبتنا ان احنا هنلعبهم. ولكن في الجمهورية هنقابلهم يعني في فرق شايفها. يعني الجيل ده. مين الفرق الكويسة؟ سواء على مستوا الجمهورية. أولا وسائل مرتبط أنت حتى اللي مقابلتهمش بص هو في مسأل تمام فرق جامدين جدا في الجيلة ومع ذلك خدت أنت معهم المرتبط احنا نقول لي مسألنا دي الأهلي سبورتينج سيد زهور زون بطل المرحلة دي زهور زون بطل المرحلة دي بساح الحمد لله لعبنا وكسبنا المرشو صعب جايتا ومين تاني غير زهور مسايا سكندريا سموحا 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 سبورتينج سيد زهور هيرم why will my wing a cross مصر تامين مصر تامين نشأ أبقي جزيرة جامدين ومصر أنه أنا صعب علي والكاهرة صعبة أعم ان شاء الله وال كانوا يسين أنا رب علي وسلت السابق علي the users gail what does theirs وأيس بإ грت أهلا هل أريد أن أخذ روح؟ هم أخذوا من يومين كفاق؟ نعم دينا مطش بكرة مطمئة من بكرة؟ مطلئة غادي ده في القاهرة؟ في مفتوط القاهرة يا ربي these are like these are the different ones هم ارياحوا بكرة هم ارياحوا بكرة ارياحوا بكرة بالمطش نعم العناس واحدة مثل ملك واحد tipo حور لا ممكن حورتتها لا 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 كنت مستغلق لو شبحتك كم يتعبش يا كوتش نحن تعرفون معنا واحد مقامل مقامل أحمان ولا أروع حسن حسن عليه أو شارب مرينه لا لا بصراحة يعني هل هناك صورة هو يعمل عليها؟ دورنا عليها يا جماعة الصورة اللي هو يعمل فيها كده لا بصراحة يعني مكتهد جدًا ومخلصه نحن على الفكرة نحن نكسب في الرابع وانت فاعم يعني هذا شغله وانت كمان تدينه بساحة وكابتن سيد بعمله بيؤمن بالدور لا انا عمده انا ما بخش لهش يعني يعني البلاد موجودة انا ما بخش الجيم ولا تراك ولا اي حاجة انا سايبه بصراحة لانه ناصب في جدًا انا ما تعملتش معه للسنة ده كابتن عيس لا 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 هو جميل جدًا جدًا نعمل شغل على فكرة في قطاع الناشئين ونشقات التالي قبل كده كان شغل في الناشئين كان شغل مع احمد الجرحي وعمل نتاج برضو مع احمد الجرحي هاي لجيتن ودي اول مرة تعمل معه بس انا دخلت له مرتين الجيم طب انت كتف المرتبح خسرت اي مبرافل من المشورة؟ اه خسرت من المشورة احنا لعبنا الزهور رايح جاي ولعبنا الصيد رايح جاي مره ومره خسرته من هنا وخسرته ماتش طب الماتشات دي يعني ماتش الزهور وماتش الصيدة كابتن صح؟ بس انا عايز اوه حاجة انا كنت لازم اطلع اتنشهر واحدة بمعنى؟ يعني اتنشهر لعيبة يبقوا في دماغ عمر انا فهمت اصدق انا فهمت اصدق انا فهمت اصدق ايو 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 اصدق افهمني؟ فيعني اخلي بالك احنا اما خسرنا خسرنا اتنين او ثلاثة ممت بس خلي بالك انا مكامش اخسرنا انا بتكلم ان انت وقت الجد لما طلبوا المرتبط الموجود هو ماتش سبورتينج وقت الجد بقى لا قبل كده كابتن عيسم يعني قبل كده كان عندك زمالك في مصر التامين ماشي بس ماشي بس الزمالك فريقنا الاول قوي فريقنا الاول قوي يعني ممكن يشي لك هو انجي الوقت لما الدرجة الاولى عايزتك تساعدهم لقوكم كابتن عيسم احنا بتكمل بعض تمام احنا بتكمل بعض وعدين يعني كابتن عيسم 90% من تبرين موجود يعني بيلاحظ تفرج على الولاد كابتن ساعد كابتن ساعد وكابتن ساعد عايزة زوج منهم مش عارف بصراحة يعني وعدين الناس اجريسيف بس اجريسيف شغل مش اجريسيف بصراحة يعني انا ما شوفتش ناس بتحب الشغل كده وعدين عاملين شغل عالي جدا في قطاع الناشئين انت بتجي بتتفرج بتشوف بصراحة يعني عاملين شغل عالي حقيقة والنتاج هي اللي بتقول اعمر بس طبعا هنأخذ فاصل هنقطع طرطة بقى عشان نحتفل بهذا الاحتفال الكبير كابتن عمر بشكرك نواطين وشرفتين ومزيد من التوفيق حبيب كابتن عيسم حور مبروك شرفتينه ونورت القناة النادي الاهل شكرا مزيد من التوفيق عايزين نشوفك بقى نجمة كبيرة نفس الكلام ملك بشكرك شكرا جزيرا ونواطين وشرفتينه ومزيد من التوفيق بصير حضرتك عايزة المشاهدين هنطلع لفاصل عشان نحتفل الحقيقة وانجاز يستحق الاحتفال لانه كان جاي بعد صعوبة يعني منادي سبورتيج نادي محترم ونادي كبير هنطلع لفاصل ونحتفل بهذا الانجاز ولكن بعد الفاصل